الحكومة إحنا الحكومة فتوجه مدير الأمن على حد علمي النهاردة ومساعد مدير الأمن السويس وراحوا قبل وزير الداخلية وقولولهم إحنا لا نتحمل الأمن حضارك عايز تأمن تأمن فابتدى وزير الداخلية قرر نقل المباراة من استاد الجيش الثالث اللي هو في قلب جوة السويس على صفحة مدينة بورتوفيق أو جوة السويس يعني حوالينها جوة المدينة يعني فقرروا إن هما ينقلوا المباراة على بعد 25 كيلو في استاد عجرود ده استاد تابع للجيش ولكن ليس بيه أضواء فقرروا المباراة وقام الساعة 2 أو 2.5 يعني 2 بدري وتكون في استاد عجرود على بعد 25 كيلو من مدينة السويس هنا بقى المصري مش هينفع يباد في السويس لأنه لو جيه هيجي يباد 3 بالليل يقعد في السويس يجيوا الناس تهاجموا تحصل حاجة فهضطروا المصري يتأمن ويسافر من بورسعيد يوم المطش طب يوم المطش الساعة 2 يعني لازم يكون في موجود الساعة 1 في القوضة أو 12.5 يعني يسافر الساعة كام من بورسعيد يعني يتغدى إمتى وهو ماشي في الطريق يعني يلعب المطش إمتى دي القصة والحكاية والرواية وأي مدير أمن بيبص المدير أمن بورسعيد اللي اتحبت 15 سنة سجن بسبب إلي حصل هنا السؤال الجماعة اللي بطرحه هو ليه الناس عايزة تضرب لعبة المصري أو تكسر أوتوبيس لعبة المصري طيب هو سعد الصغير ده سعد الصغير إيه؟ سعد سمير سعد سمير لاعب النادي الأهلي مش كان بيلعب في المصري وقت الكارثة اللي حصلت ومقتل 72 شاب صغير السن كان سعد سمير بيلعب مع المصري ضد الأهلي سعد سمير لاعب مع الأهلي في كاس عالم الأندية طيب انت هينفع تروح تضرب سعد سمير دلوقتي لأنه راجل بيلعب في الأهلي طيب مؤمن زاكريا اللي هو بقى سبب رهيب بقى لأنه جاب جنين والمطش انتهى ثلاثة واحد مؤمن زاكريا دلوقتي اللي كان بيلعب في المصري ساعتها بيلعب في الزمالك هل تلعب طيب عبدالله سيسي اللي جاب جون النادي الأهلي بيفوضوا عشان ييجي يحترف من خلال الاتحاد الليبي طيب اللعيبة دي زنبها ايه هل اللعيبة دي قتلة يعني انا عايز اضرب لعيبة المصري ليه او عايز امنع النادي المصري هل النادي المصري هم القتلة ممكن يكون مشجعين للنادي المصري طيب ما اللعيبة المصري بالموضوع هل مجلس دارة النادي الأهلي قادر على جمهوره هل مجلس دارة النادي الأهلي قادر انه يمنع جمهوره ان يرمي شماريخ انه يتكلف 500 الف دولار او 50 الف فرنق او قبليها منع الجمهور من حضور المباريات بسبب خروج البعض هل النادي الأهلي اما جيه حصل اهانة للقوات المسلحة والقوات المسلحة رفضت استقبال اي مباراة للنادي الأهلي على برج العرب او في اي استاد تابع ولغاية دلوقتي القرار موجود النادي الأهلي لن يلعب في اي مباراة في استاد تابع للقوات المسلحة القوات المسلحة لغاية دلوقتي طب هل النادي الأهلي قادر ان يمنع اليوفط اللي حصل فيها ايهانة للقوات المسلحة ده بال بالعكس ده النادي الأهلي استقبل 12 بالليل لغاية 6 الصبح التدريب على الدخلة وساعتها تم يعني ماشه مدير النادي ساعتها بسبب هو اللي سمح للأولتراس ان هما يتمرنوا فاكرين فده هل ده نحمل مجلس دارة اهل مجلس دارة اهل انا مليش دعوة انا لن اتحمل اللي الجمهور بيعمله طب ما هو نادي المصري برضو لن يتحمل لان استاد بورسايد اللي حصل عليه ده مش استاد النادي المصري ده استاد ملك للدولة المجلس الاعلى الشباب ورياضة ساعتها ولا وزارة رياضة ده مش ملك اللي فهنا السؤال يا جماعة احنا ماشيين ازاي وبأي منطق طيب نروح لخبر اخر موضوع محمد كامل مين محمد كامل ده موسوووي